السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في القناة. برحب كل المشتركين معي في القناة. كمان برحب بالمشتركين الجديد بقول لكم اهلا وسهلا. ليه بقول لك لو انت لسه جديد معينا واول مرة تسمعنا تفضل تشترك وفعل الجرس عشان نوصله في كل جديد. هنقول مع بعض النهاردة التواقعات العاطفية لمواريد بوردي السرطان. ان شاء الله. آآ نبق مع بوردي السرطان ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. آآ طبعا يا جماعة ما تنسوش اللايك والشير والسابسكرايب. آآ مهمين جدا كمان مهمين في اختياراتي للفيديوهات اللي انا هعملها. الكراءة العاطفية احتمال تكون عكسية. ليه? لان هي الكراءة الوحيدة اللي بيكون موجود فيها آآ تقديرا. آآ فكل طبعا حد بيبقى عارف الوضع بتاع وعارف حالته. وعارف الكلام ينطبق عليه ولا على الطرف التاني. لكن ان شاء الله بتطلع يعني سريمة معي بالنسبة كبيرة جدا يعني. نسبة بسم الله الرحمن الرحيم مع بوردي السرطان وهقول لك الطاقة بتاعتك الاول في الفترة دي. انا شايفة طاقتك في الاول بوردي السرطان انت تعبان اول. آآ طاقتك تلات معي الآآ انت تعبان قلبك موجوع. ممكن بعضكم حاسس بغادرة حاسس بخيانة. آآ بالنسبة المتزاودين انت في فترة فيها سعب كبير جدا عليك. آآ مش بس تعب قلبك ووجع قلبك. لأ انت كمان حاسس بطاقة غريبة. يعني انت كمان اللي بعد كده آآ انت في حمل في هموم في معاناة عندك. في حاجة عايز ترتاح منها. حاجة عايز تتخلص منها. آآ في مشكلة عندك. المشكلة دي مش بتنيمك. يعني انت على طول تعبان آآ بتفكر في حاجات كتير جدا. ممكن تكون عندك مسئوليات كتيرة. آآ ممكن يكون عندك تفكير كتير بسبب مواقف او حاجات حصلت معيك. آآ ممكن تكون كزا حاجة مش حاجة واحدة او تخص الناحية العاطفية بس. آآ لكن انا بالنسبة لك برج السرطان المتزوجين. انا شايفة اللي بعد كده انت في عندك بيت سعيد. عندك سعيدة. عندك آآ آآ حبيب آآ بيعتذر لك بيقولك ان هو بيحبك. آآ ده اللي موجود في الطاقة بتاعتك. الطاقات اللي موجودة معك في القراءة انا شايفها طاقة هوائية نارية ترابية ومائية. الابراج اللي موجودة معك في القراءة معك برج الكوس الحوت. الكوس والحوت والحمل. والعزراء. والاسد والجوزاء. آآ دي الابراج اللي موجودة معي في القراءة ودي التاقات. التاقات كلها موجودة ودي الابراج اللي موجودة معي في القراءة. آآ لكن زي ما بنقول دايما هي مش مش مهمة المهمة الكراءة نفسها. نبدأ هتكون الكراءة عبارة عن ايه? انت تفكيرك في العلاقة او وضعك الحالي او حالتك في الوقت اللي احنا فيه. آآ آآ تفكير الطرف التاني فيك. او تجاه العلاقة. نواية تجاهك او تجاه العلاقة. مصير العلاقة والنصيحة لك للشهر ده ان شاء الله. آآ نبدأ بيك انت الاول انا شايفها آآ يعني الكروت بتوعك آآ في اول كارت اللي هو كارت الزواج. اخر كارت كارت الانفصال او الطلاق. آآ يعني انت ممكن تكون بتفكر ما بين انك تستمر او انك تبعد او الشريك او انت شايف انك مع الشريك بيفكر كده. ما بين انك يستمر او انت تكون حاسس انك في وضع مهدد. يعني ده اللي انا استوحيته من شكل الكارتين دول في وضعهم ده. يعني انت في النص انت حاسس ان استقرارك العاطفي وامانك المادي وحياتك العائلية ممكن تكون فيها تهديد ما بين ان زواجك يستمر او يحصل انتطال. او تكون انت او الشريك بتفكر في حاجة من الاتنين دولة. لكن انا شايفك آآ يعني انت بتحب الطرف التني. بتحب الشريك جدا. آآ شايفك كمان انت شايفه بالنسبة لك فرصة. آآ شايفك بتشتغل على العلاقة كتير جدا عشان انت هتنجحها عشان آآ تخليها تمشي لقدام. آآ شايفك كمان ممكن طالب منه فرصة. يعني يعني انك هتتطور وانك هتتحسن آآ بالنسبة لك او يكون ده تفكير الطرف التني. شايفك كمان ممكن تكون آآ نستني منه فرصة. آآ في موضوع كمان مادة آآ غلب على القراءة جدا. يعني بالنسبة لك انت بتفكر في المادة بشكل كبير. ممكن بعضوكو في آآ تعصر في الحالة المادية. ممكن بعضوكو حاسس ان الحل هيكون في الوضع المادي يكون متحسن. ده للبعض منكم. ده بالنسبة لتفكيرك انت وانت في وقت الحالي. تفكير الطرف التني آآ فيك ايه او في العلاقة? انا شايفاه بيشوفك يعني آآ كارت هنا يعني الساحر آآ هو يعني يا اما بيشوفك آآ آآ يعني شخص جذاب وآآ جميل وآآ وعندك ادوات كتير وتقدر اآآ آآ توصل العلاقة آآ لشكل افضل. او ان هو آآ يكون آآ بيشوفك شخص مخادع. آآ آآ كمان تفكيره من ناحيتك كعاطفي بيادة عن اللي زون. انت تلاقيت لك في القراءة مرتين. يعني مرة في تفكيرك انت ومرة في تفكيره هو. انتو محتاجين فرصة. والفرصة دي على فكرة مرتبطة بالمادة آآ كتير ومرتبطة بالاستقرار ومرتبطة بالثبات. مرتبطة بالآآ آآ برخاء بنجاح بحاجات كتير قوي. يعني انتو الاتنين تفكيركم كتير مقارب من بعض. لكن في آآ في تفكير الطرف التاني كمان انا شايفه هو خايف انت آآ ما تصبرش معاه ما تستحملش معاه تنشي وتسيبه آآ في تفكير الطرف التاني آآ من ناحيتك كده. آآ تفكيره كمان من ناحيتك هو دايما يعني بيشوفك انت الحنان او انت الامان اه هو المفترض آآ يكون بالنسبة لك آآ يعني ممكن اقولك على حاجة. ممكن لبعضكم انت بتتعامل مع شخص يكون عاطفي مثلا جدا او بيحبك قوي وشايفك حاجة كبيرة قوي وشايف ان هو المفترض يقدم لك حاجات كتير ويعمل لك حاجات كل اللي انت عايزه بس هو مش قادر وهو بيحس ان هو لما مش بيقدر آآ بيحس انه عايز يمشي عايز يمشي للسبب ده ان هو مش قادر يعمل لك اللي انت عايزه او يحقق احلامك آآ اغلب الطاقة اللي موجودة معي هي ممكن ما تنتبكش على الكل على البعض لكن هي دي الطاقة اللي موجودة قديني هو ده اللي انا شايفاه آآ آآ الشخص ده آآ فيه حب كبير لي جدا وبعضكم لو انتوا زعلانين يعني انتم متزاوجين بس فيه زعل بينكم وبين بعض الشخص ده عايز يعتذر لك عايز يتكلم معيك عايز يصفي الامور تماما عايزك ان انت بتاعت تديله فرصة آآ من ناحية نوايات جه العلاقة آآ انا شايفة نوايات جه العلاقة حلوة جدا آآ نوايات آآ يعني اول حاجة يعني انا شايفة الانتين وفكت هو عايز علاقة نكحة من كل حاجة تبقى انتم اللي تم مبسوطين وعندكم بيت واسرة واطفال وحياتكم سعيدة وكويسة كمان بيشوفك ان انت الشخص اللي بتكمله آآ بيشوفك يا برج السرطان ان انت صنة بتاعه آآ بيشوفك انك انت آآ يعني انت منه وهو منك دي نظرته ليك او دي نوايات جاه العلاقة انكم انتم اللي اتنين تكونوا مستحدين جوه بعض آآ وشايفة كمان سنواياه هو ممكن يكون بيلجأ لربنا كتير بيلجأ يا ربنا كتير انكم تكونوا مع بعض او انه انتم تبقوا آآ بالشكل اللي هو عايزه آآ بالزبط كمان يا برج السرطان لو انت بتتعامل مع طاقة مائية زيك او نيرية بالزبط برج الحمل او الاسد او طاقة هوائية آآ هو كمان آآ بنوايات جاهك انه عايز يكون نجاحه عايز يحقق نجاح معيك عايز يحقق معيك انتصار عايز الزواج ده يعني انا شايفة انت بتتعامل مع شخص او الطاقة اللي قديني بتتعامل مع شخص سواء انت راجل او ست كل نوايات ويسة جدا اتجاه العلاقة آآ كمان ممكن يكون الشخص ده مجروح من حاجات كتير او عبيعاني من ظروف وحاجات كتير قوي غير العلاقة العاطفية او غير ان هو عنده مشكلة معيك في العلاقة العاطفية لأ هو فيه عندي مشاكل تانية كتير او يكون بيشوفك انت شخص كده يعني انت شخص اه اه تعبين مش ناقص مش متحمل انت شخص بتعاني من حاجات كتير فهو عايز يعني عايز يخرجك من ده عايز يخرجك من الحالة دي يا اما يكون هو شخص هو نفسه اللي شخص عامل كده. فانا شايفة تفكيره نحيطك ونوايات جهة العلاقة كويسين جدا. لحد دلوقتي. ايه مصير العلاقة? آآ مصير العلاقة آآ شايفة ان فيكو حد هياخد قرار بشكل متهور. آآ ممكن آآ يعني انا شايفة بصه هي قرارة ممكن تكون عكسية. بس في الطرف التاني. آآ تفكيره من ناحيتك كده. ممكن انت برج السرطان تاخد قرار متهور. ممكن تكون بتشك في حاجة. آآ في حد هياخد قرار متهور بين ان هو آآ يمشي. يسيب العلاقة دي. آآ ويمشي. وهيحس ان هو آآ كده تمام. آآ كده هو سليم. آآ كده هو بيعمل الحاجة الصحة. كده هو حقق انتصار لنفسه. آآ برغم ان هو هيكون تعبان جدا ان هو بيعمل كده. او بيدوس على حاجات كتير او بيستقوى على الطرف التاني. لكن في حد هيعمل كده. آآ وبعد ما هيعمل كده هينزوي بقى مع نفسه. يعني هينزوي مع نفسه يفضل يفكر في كل حاجة. يعني مش بشكل انطوقي. لأ. آآ بشكل اكتشافي اكتر. يعني ان هو هيتعمق بقى في شكل العلاقة. عايز ياخد وقت مع نفسه مثلا تفكير. آآ مراجعة حسابات. آآ مراجعة اخطاء. حاجات من النوع ده. ده اللي انا شايفاه في مصير العلاقة. عايزة اصحاب لك كارتة تاني لمصير العلاقة معنش. بسم الله الرحمن الرحيم. مصير العلاقة بالنسبة لجرج السرطان. آآ او هو الشخص ده آآ حذر من حاجة او انت. يعني ممكن حد فيكم آآ هيبقى عنده تخوف من حاجة. هيبقى خايف آآ بالذات لو انتو برج آآ ناري بتتعامل مع برج ناري او ترابي. آآ شايفة فيه تخوف آآ شايفة آآ شخص آآ ممكن مجروح كتير وآآ وخلاص مثلا خايف يكمل خايف يجازف آآ الشخص ده حذر. او تكون ده احساسك انت وانت اللي هتمشي عايز تمشي من العلاقة دي آآ يا برج السرطان. ده بالنسبة لمصير العلاقة وده هيكون في الوقت الحالي آآ هي مش آآ مش طاقة مستمرة يعني. طب النصيحة بتاعتك آآ انا شايفة نصيحة بتاعتك برج السرطان انك آآ يعني آآ حاول انك تجغل نفسك وبعد عن التردد. آآ انا شايفيت كمان في نصيحتك انه انت كمان ممكن يكون عندك او هي ما عندك افكار كتير بتفكر في حاجات كتير آآ ممكن ما لهاش علاقة بالواقع آآ ممكن لبعضكم انت عندك اختيارات كتير فاضطارو عايز يقولك انك تحدد اختياراتك آآ بعضكم ممكن يكون عنده شك في علاقة ثلاثية بيشك في علاقة ثلاثية فهو عايز برضو يقولك ان ممكن انت تكون متوهم ان ده مش آآ مش حقيقي او لو انت متأكد انه حقيقي ممكن تكون علاقة مستفتة او تكون حاجة انتهت خلاص وانت لسه تفكيرك موجود فيها آآ وابعد عن السلبية وانك آآ آآ توسل نفسك بنظرة آآ آآ نظرة يعني النجني عليه. آآ لأ انت يا شخص كويس وانت شخص يعني الحبيب بيشوفك حاجات كويسة جدا. فا ايه بعد عن النظرات السلبية للي حواليك او لنفسك انت آآ او انك تشوف نفسك مظلوم او مجني عليك آآ اخرج من الحالة دي اخرج كمان من حالة الندم آآ بالذات على المستوى المادي آآ لان انت ربنا يعوضك بحاجات حلوة كتير قوي جاية. يعني انا شايفة انت ماك شخص بيحبك شايفة الاسف انت عندكو الفرصة كمان ممكن يكون عندكو آآ عطاء مادي من ربنا سبحانه وتعالى او حل آآ من ربنا لاستمرار العلاقة دي لكن في نصحتك انا شايفةك تبعد عن حاجات كتير ممكن تكون لبعضكم بيعملها في الوقت الحالي آآ بيتمدم بيتحسر كتير على حاجات فاتت على حاجات مضت آآ ممكن بعضها يخص المادة بعضها يخص آآ حاجات هو عاملها لشخص وملقاش منها نتيجة يبعد عن التفكير ده او تفكير في وجود طرف ثالث عن اوهيم كتير في دماغة لو بعضكم عنده علاقات كتير آآ يبعد عن ده ويحدد هدفه ويحدد اختياره بالنسبة لبرج السرطان آآ متزوجين آآ الكراءة نتهت آآ بتمنى لكم الخير والسعادة والتوفيق آآ ما تنسوش والشير والسابسكرايب آآ شكرا للمتابعة برج السرطان متزوجين ونروح للعازدين دلوقتي. برج السرطان بالنسبة للعازدين. هنقول مع بعض آآ هيكون القراءة هتكون عبارة عن آآ انت ايه اللي مستنيك او ايه اللي جاي لك او ايه اللي بيحصل في حياتك آآ لو انت بتحب الحد او فيه في حياتك شخص ايه تذكيره آآ اتجاهك او تجاه العلاقة ايه نواية تجاهك او تجاه العلاقة ايه مصير العلاقة مع الشخص ده وكمان النصيحة بتاعتك للفترة دي ان شاء الله. آآ هقول للطاقة بتاعتك الاول برج السرطان انا شايفك يا برج السرطان بالنسبة ليه العزبين والغير مرتبطين انت حاسس انك في وضع متكتف انت مقيد في وضع معين الوضع ده تعبك جدا وانت مقيد فيه وحاسس انك مش عارف تخرج منه. آآ كمان شايفة في عندك آآ يعني انت عايز تحسب مسلا يعني هنا ممكن تقول لي حاجتين. يا انت بتدور على زواج وعلى استقرار وعلى سعادة ومت تعيش حياة مستطرة وبشكل يرضيك. آآ لكن انت متكتف ومش عارف آآ انت متكتف ومش عارف يعني الموضوع خارج عن ايدك. او انك بتتعامل مع شخص متزوج آآ وانت برضو متكتف وحاسس ان الموضوع خارج عن ايدك. آآ يعني انت بتحبه او كده لكن القرار مش عندك انت. القرار عند شخص تاني. آآ ده بالنسبة للعزبين والغير مرتبطين كمان انا شايفة لبعضكم آآ ممكن يكون فعلا في علاقة ثلاثية. يعني انا شايفة كمان من من الطاقة ومن القرار قدامي. في احتمال كبير قوي آآ تكون لبعضكم. يكون في علاقة ثلاثية. آآ لو انت في علاقة ثلاثية فانت آآ بواصس على العلاقة الثلاثية دي وعايب تلاقي لها حل باي شكل. وانت كمان في حواليك حب كتير او ممكن يكون فيه شخص تاني بيحبك او بيرقبك او بيبص عليك. وبيحاول يبين لك حبه بس انت مش شايف كل ده. انت بتبص على العلاقة اللي انت موجود فيها. ده من ناحية لو انت في علاقة ثلاثية. لو انت مش في علاقة ثلاثية بورد السرطان انت آآ يعني ممكن قاعد مسلا مستني انك يعني يحصل ارتباط آآ بيبص على سنين فاتت من عمرك او بيبص على مشاكل حصلت في حياتك او بيبص على وضع انت مقاعد فيه. آآ لكن اللي بعد كده اللي بطور بيقول لي انك انت فيه تغيير جذري هيحصل في حياتك. يعني انا شايفة انه بالنسبة لك هيكون اللي فات هيكون يعني كان حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص. آآ فانت فيه تغيير جذري هيحصل في حياتك طبعا من الناحية العطفية لان انا كريمي على الناحية العطفية آآ فيه تغيير جذري هيحصل آآ وتطور هيحصل للاحسن في علاقة هيكون فيها صلحة هيكون فيها تفاهم هيكون فيها اعتذار آآ ممكن تكون شخص ده من الماضي او كنت تعرفه من الصفولة او جار او زميل في الشغل او زميل في الجامعة او يعني آآ الشخص ده آآ يعني ثانية. لو هو لو هو في علاقة ثلاثية هيرجع لك انت. هينفاصل عن العلاقة دي لان هو تعبين جدا هيرجع لك انت. لو هو آآ مش في علاقة ثلاثية وانتو مسلا في بينكم مشكلة هيرجع لك. لو انت مفيش في حياتك حد فانت في شخص هيظهر في حياتك انت كنت تعرفه قبل كده. حتى لو مكنتش تعرفه علاقة عطفية. بس انت شفته قبل كده. او الشخص ده آآ يعني انت تعرفه من زمين وما شفتوش بعض الفترة هترجع تشوفه دي. آآ ده بالنسبة انا قلت هنا كده كل الاحتمالات. التقاطي اللي موجودة آآ انا شايفة النارية معيك كتير والآآ النارية والترابية والهوائية كتير برضو. آآ والمقية كمان موجودة. الابراج اللي موجودة معيك برج السطور برج العقرب آآ برج الجوزاء برج الاسد برج آآ قلنا عقرب سرطان زيك كمان وبرج الخوت. آآ العقرب طالع لك مرتين والسرطان طالع لك مرتين يا برج السرطان. فانتو شكلكم بتتعلم مع اشخاص آآ ابراج مائية كتير ونارية كمان. آآ وبرج الكورس كمان. فعيز نبدأ القراءة وهنقول انت ايه او كده انا شايفة في الوقت الحالي. انت واقف مستني. انت حواليك زي ما قلت في الطاقة بتاعتك. انت فيه نس بتبص عليك. انت فيه ناس ممكن تكون بترقبك. آآ نس تكون حواليك معجبين. مسلا ناس بتحبك. لكن انت في حد معين هو اللي باصس عليه. باصس عليه. ومستنيه يجي لك. مستنيه ياخد قرار. مستنيه هو يكلمك. شخص ده انت بتحبه جدا. وعايز اقول لك هو كمان بيحبك جدا. انا شايفة فيه حب من ناحية الطرف الثاني لك. آآ فيه حبه متبادل. لكن للبعض هيكون فيه علاقة آآ ثلاثية. للبعض ممكن يكون هو زميلك في آآ في العمل او في الجامعة او آآ او جار او آآ او يكون بينكو اصدقاء مشتركين يعني. آآ لكن انت ممكن تكون تكون عيشتوا مع الشخص ده ثواني بقى. آآ انت ممكن تكون عيشت مع الشخص ده قصة حب وكان بينكو مسلا اصدقاء مشتركين او كده. والشخص ده مسلا آآ خدعك في حاجة او سابك ومشي منك مرة واحدة. او آآ انت اللي سبت ومشيت مرة واحدة. انا شايفك في الاخر انت آآ بتستشفي او انت بتحاول آآ تخرج من آآ يعني من من حالة او من مواقف انت تعرفت لها من علاقة عاطفية فاتت مع شخصك وانت انت انتو الاتنين بتحبوا بعض. ممكن يكون فيه آآ طرف ثالث آآ تلصص ويدخل في العلاقة دي افسدها. ده احتمال برضو تاني لبعض النقر. آآ لان القراءة بتاعتك آآ فيها احتمالات كتير جدا وانتو كتير جدا. فانا قلت كل حاجة اقدر قولها دلوقتي. آآ طيب لو انت في شخص تاني بتحبه. آآ تفكير الشخص ده تجاهك ايه? الشخص التاني ده آآ هو عنده خيرة كبيرة انا. عنده خيرة وعنده تردد وعنده طرف تاني. اي يمكن بقى الطرف التاني. لكن في كل القراءة على فكرة الطرف التالت ده موجود بقى. يعني فيه طرف تالت يعني فيه طرف تالت. آآ عنده خيرة كبيرة جدا آآ مش قادر يسيطر على الوضع في الوقت الحالي ده تفكيره آآ ممكن تكون بتتعامل مع شخص او السرطون او العرب او الشخص ده عنده خيرة كبيرة آآ عايز يبدأ معيك بداية جديدة ده تفكيره لكن هو حاسس ان البداية اللي هيبدأها معيك دي آآ هو هيدوس فيها على ناس كتير هي آآ يعني هتروح مسلا فيها يعني فيها مسلا ايه آآ آآ هو خايف على قيم على عادات على تقاليد لكن في عندكم نهاية لشيء في تفكيره هو عايز ينهي حاجة ويبدأ حاجة وهو ده اللي عمله يفكر فيه آآ هو ده اللي بعضكم ممكن على فكرة تكونوا شوية مش بتتكلموا آآ شايفة فيه بينكم تواصل روحي في تفكير قوي قوي بينكم وبين بعض آآ هو حاليا بيحاول يكتشفي بيحاول آآ آآ يعني يخرج من الواضع ده لان انا شايفاه هو في مقزك كبير جدا آآ هو لازم آآ عشان يجي لك يدوس على حاجات كتير قوي عشان يستمر معيك يدوس على حاجات كتير قوي او بعضكم يكونوا عنده مشكلة مادية او ازمة من ناحية الشغل وهو مش قادر يقر يعني ده تفكير الطرف التاني لكن انا شايف غالب على القراءة قوي طرف طيبت على فكرة الشخص ده بيحاول يوزن اموره آآ بيحاول يهدى ممكن يكون بعد عنك للسبب ده لبعضكم ممكن يكون بعد عنك وبعد عنك للسبب ده يا برج السرطان علشان يقدر يعني يرجع لك بالبداية جيدة لان هو هو في الواضع ده هو متقطع يعني هو مش عارف مش عارف الصرف ازاي آآ مش عارف ياخد القرار مش عارف يعمل ايه آآ ايه نوايات جاه العلاقة انا شايفة آآ في نوايات انا شايفة في حب يعني هو ناوي يتعامل مع حبه ليك بحكمة آآ يكون آآ هادي عائل راسي مش عايز اي تهور آآ يعني شايفة بيقدم حب بس وهو كده في مكانه يعني اه ده ملك الكؤوس فهو شخص آآ يعني آه يعني بيحبك لكن هو آآ تقيل شوية يعني مش 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 هتمشي يعني مش هتمشي تجاه العلاقة بيهيعد ويستنى ويشوف ويقرر ويحلم حاجات من كده كتير لكن هو عنده حب كبير ليك نوايات جاهك آآ آآ ان هو يحقق لك سعيدة ان هو يعمل لك يعني هو مرتبط بيك وهو مجزب ليك على فكرة ويبيشوف شوفك نا يعني شخص مناسب ليه انت اكتر شخص آآ مناسب ليه آآ لبعضكم انتو فعلا متبعدين ممكن في الفترة زي لان انا شايفة فيه كارتين يدلوا على تواصل روحي بينكم قوي ولو انت بتفكر في الشخص ده بشكل كبير آآ التفكير ده آآ يعني في الغالب هيكون بسببه هو يعني هو اللي دلعت لك الطاقة دي لان هو بيفكر كمان فيك بشكل كبير آآ بعضكم ممكن في اختلاف بينكم وبين بعض آآ لكن انا شايفة ان انتو هتتجارزوا المرحلة دي. هو كمان نفسه في نوايا يعني ان اللي يحصل يكون يعني برا قراراته. يعني مش هو اللي ياخد قرار فيه يعني هو بيتمنى ان ربنا هو اللي يتصرف في العلاقة دي يعني هو اللي يحل الوضع اللي انتو في ده آآ آآ يعني هو اللي يخرجكم من الحالة دي او هو اللي يجمعكم البعض. تاني آآ ده من ناحية الشخص ده كمان انت بتتعامل مع شخص ممكن يكون الشخص ده روحاني آآ قريب من ربنا او بيعمل حاجات خير كتير آآ وعايد انه ربنا يحل المشكلة اللي بينكم دي. يعني هو سايبها كده آآ للقدر يعني. مش مش ناوي حاجة معينة او عنده قرار لكن هو في عنده حب في بينك وبينه تواصل وحي شايفك حد رائع ومناسب. وفي الاخر هو سايبها للقدر. آآ مصير العلاقة انا شايفة مصير العلاقة آآ انا شايفة آآ يعني بعد وضع معلق لفترة آآ وضع معلق هينتهي. يعني ممكن تكون بعضكم معلق في الوضع ده. ده قال له فترة الان انا شايفة كمان طقتك انت مقيد ومتكتف في علاقة فعلا. فانا شايفة مصير العلاقة هو رايح لبداية جديدة في اللي بعضكم. آآ هيكون في عنده عرض آآ عرض حب جديد. وهي آآ آآ ممكن يتخلى عن الشخص اللي هو معي ده. وللي بعضكم ممكن آآ آآ يعني وضع المعلق اللي انت فيه ده لان انا جاي للزهنجد من آآ مقلوب. فانت الوضع المعلق اللي انت فيه ده هيكفته هيكون عندك بداية جديدة تماما. آآ ممكن الشخص ده انت اصغر منه او هو اصغر منك شخص مختلف عنك شوية برج السرطان. آآ وشايفة انه هيفضل متمسك بيك. لكن شايفةك ممكن آآ تسيبه وتمشي. يعني ممكن تسيبه وتمشي وتبدأ من اول للزيد. لكن انا شايفة فيه عندك عرض حبه في ان الشخص ده آآ هيفضل هيفضل متمسك بيك. آآ زي ما صرها في الوضع الحالي يعني. هو لسه قاعد في مكانه يعني. النصيحة التاعتك للفترة دي آآ برج السرطان آآ بعضكم ممكن يكون بيدخل ويخرج في علاقات حب مثلا كتير او من لو مش كتير يكون بسرعة. يعني ممكن تكون بتدخل في علاقات حب بسرعة آآ او في علاقات آآ للبعض مثلا لو يعني آآ يعني حب عميق قوي ويحصل ده بشكل سريع آآ الضرو بيقول لك حول توازن بين قلبك وعقلك ابعت شوية عن الرومانسية آآ آآ يعني حكم قلبك شوية في العاطفة لان ده بيؤدي دايما معيك لانه العلاقات مسلا تفشل او انه الطرف يبعد انت تبعد انت مسلا تحس ان هو آآ طلع مش حب وتمشي او الطرف الثاني يسيبك ويمشي فدايما آآ في حاجة غلط بتحصل في العلاقات معك ممكن تكون بسبب تهورك او آآ تسرعك العاطفي او ان انت بتنين للعاطفة بشكل متسرع او انك انت مش بتقدر تختار آآ توقم روحك بشكل كويس او بشكل سليم ده بيخلي العلاقات معك آآ يكون نتيجتها الفشل فمسلا يعني خليك دايما متوازن ما بين آآ قلبك وعقلك كمان بعضكم لو انتم كمان رجالة بالزيت يعني آآ بلاش مسلا السرعة في العلاقات آآ التعدد في العلاقات اللعبة مسلا ما بين شخصين او اللعبة بشخصين في وقت واحد آآ وفي الآخر مسلا الشخصين دول بيمشوا يعني الشخصين ما بيكونوش موجودين او انت بتيجب حد على حتاب حد فده بالنسبة للنصيحة اللي انا شايفاها موجودة ليه برض السراطان في الوقت ده آآ الكراءة انتهت آآ كراءة في قايتكو كويسة آآ آآ شايفة يعني فيه الويدر للأرتبوت أو للألوكو نتنسوش اللايك وشير طيف سترايك شكرا من انتابعة والدي